السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي طلاب الصف الثاني سانوي أهلا ومرحبا منكم في حلقة جديدة من برنامج مدرسة على الهواء النهاردة إن شاء الله عاملين مراجعة عامة وهنحل امتحانات والحلقة ديت أسمناها اثنين عشان اللغات الحلقة بدايتها إن شاء الله هيبحل امتحانات والأسئلة اللي وردت على الواطس بالنسبة للتعليم العام في النص التاني إن شاء الله من الحلقة هنحل امتحان كامل لمدارس اللغات بناء على طلبهم نبدأ مع بعض على خير بالأسئلة اللي وصلت لنا على جروب الواطس بتاعنا السؤال الأولي كان طلب من طالبة في سوهاج بتقول إيه اكتب العدد الزري العنصر آخر إلكترون في له أعداد الكم الاتية كي طيب ايه ان بثري ال بون الام ال ببسطف وان والام اس ببسطف هاف أو موجب نص طبعا السؤال زي ده احنا تعرضنا ليه قبل كده كتير وقلنا بداية الحل بتاعك هنا الان بكام بثلاثة يبقى تقولي ثلاثة الالب كام بواحد افتكر الال واحد سوري زيرو وان تو ثري زيرو معناها اس واحد معناها بي اتنين دي وثلاثة اف اكي بما أن الالب واحد يبقى إذن دي سري بي طيب مدام وصلت للبي هترسمي البي ثلاثة أوربيتال سالب واحد زيرو موجب واحد احنا في حلقة سابقة قصدنا نعمل لغة في الحتة ديت عشان نقول للطلبة اللي حصل لها كتير لبس يا جماعة بنبدأ بالسالب مش بالموجب طيب مل زايد واحد يعني يعني حضرتك انتهيت في التوزيع هنا فين في موجب واحد معناه انك وصلت موجب واحد يبقى انت عديت على ده وعلى ده بس هل عديت فرادة ولا مزدوج هنا الام اس قالك موجب نص يبقى انت لسمتي ده لفوق كده ده موجب نص مدام ده موجب نص يبقى حضرتك وصلت بالشكل ده واحد يقول لي بسر طب ما هم ممكن وده سؤال جالنا برضو بيقول لي ممكن تبقى شكلها عامل كده وبرضو ده واحد في موجب واحد خلي بالك ان اكتب العدزر للعنصر اخر الالكترون فيه يعني اخر الالكترون حضرتك رسمه باديك جوة الاربيتال انت لاسل مين دلوقتي انت لو جبت الاخر الالكترون يبقى هو ده اخر الالكترون بالنسبة للوضع ده طبعا بالنسبة لنا ده بالنسبة للسؤال ده مش صح يبقى كده كام واحد معانا ثلاثة يبقى سري بي سري عشان توصل للسري بي سري انت بحتاج ايه او وصلت لها ازاي اكيد عديت على الوان اسي تو والتو اسي تو والتو بي سيكس وبعدين سري اسي تو وبعدين سري بي سري طب دلوقتي العدد كام هتجمع دول لغاية هنا عشرة واتنية عشر كده خمستاشر يبقى العدد الزري بتاعك خمستاشر اسئلة كتير بتجيلك بقى بعد وصلت العدد الزري تعالى بقى اول حاجة بيطلبها منك ايه قال لك فعلي اللوكيشن يعني ايه يوجد موقع العنصر في الجدول طب موقعه فين ايه دي اخر اس يبقى الدورة الثالثة ايه دي بي ماشي بقى هو عنصر فيقى بي اجمع لاثنين دول تلاتة واثنين كام خمسة يبقى المجموعة خمسة ايه تفعلا طب مستر ده بييجي ساعات يقول لي ايه بدل العدد الزري كام لا يقول لي ايه اوجد العدد الزري للعنصر الذي يليه يليه بعده سلطل ده يبقى خمسة اشر يبقى هنا كام ستاشر طيب دي كانت اول سؤال معنا واول نوعية من الاسئلة اللي كانت مطلوبة ان احنا نرجعها تاني حاجة تاني كانت مطلوبة وشفناها في امتحانات كتير نزلت في محافظات هنعملها على الكل ان ما بيجي يقول لك ايه وزع بس ما توجدش الالكتروني الاخير لا اوجد للالكتروني الخامس الالكتروني السابع انت هتوصل هنا لمن هنا هتضطر انك ترسم كل المستويات اللي هتعملها طب تعالي نشوف السؤال ده جيه ازاي السؤال جيه قال له اوجد العدد الزري ده سؤال السؤال التاني قال له اعداد الكم الاربعة للالكترون السابع مثلا في زرة السوديو ادي واحد ممكن يقول الالكتروني الخامس في زرة النيون ممكن يقول لك الالكتروني الاخير في ن اي تمانية وعشرين موجب اتنين ادي جميع الانوال الاسئلة على الحتة دي طيب زرة السوديو والسوديو معروفه لو ان اي 11 بيدهلك هتوزعه خايبقى عندك وان اس تو تو اس تو تو بي سكس سري اس وان هتقول لك الالكتروني السابع السابع اه يبقى هتطار ترسم دي يبقى تقول لي هنا وان اس تو بالشكل ده وبعدين تو اس تو بالشكل ده كده اربعة تعالي للتو بي سكس تنساش سلب واحد زيرو موجب واحد مش معنى عشان السابع موجود هنا في الحتة دي كده اربعة كده خمسة كده ستة كده سبعة ما تكملش بقى زيادة عن كده انت هتدور على ده عشان تجيبه طب هتجيبه ازاي هتقول لي انا وقفت عندي عدلتو بي سكس بس وقفت في الحتة دي يبلقن بتاعتك باتنين ال ال بكام بواحد ال 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 بتاعتي بموجب واحد وال ال ال اس بتاعتك بموجب نص طب الخامس في زرة النيون النيون كام النيون ان اي عشرة عشرة يعني انت هتوقف في التوزيع الغتنا ده هيتلغي معنا يعني اخرج تو بي سكس بس فين الخامس لو انت بجيت على نفس التوزيع ده ادي اتنين ادي اربعة الخامس او يبس عدتها تبقى ايه حيبال ان باتنين ال ال بواحد ال 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 بكامل مرة دي هتقول لي بسالب واحد طب لفوق او الفوق يبقى ام اس بتاعتك بموجب نص اتفقنا ده بالنسبة للجوزق دي الاخير بقى قالك في الايون ان اي موجب اتنين في الحتة دي السؤال ده بتاع ال ان اي موجب اتنين جالنا كتير بيكلم في ايه اولا من معظم الطلبة عندها لبس في موضوع فقد الالكترونات ازاي هيقول لك ده هيتوزع ازاي هتقول لي ارجون اتين فور اس تو سري دي كام سري دي ايه ده ده الكروم او سوري انيكا اللي هو العادي الزيرو 28 من غير فقد موجب اتنين يعني ايه يعني هيفقد هيفقد كام هيفقد اتنين منين من هنا يبقى ازا الفقد بنقول لها لك اهو يحدث اولا من الفور اس من الاس عمتلا اللي قبل دي طب انا كده هرسمي هرسمي دي خلاص هترسمي دي 1 2 3 4 5 الالي بتاعتها بكام باتنين يبقى من هنا سالب اتنين من هنا موجب اتنين سالب واحد زيرو موجب واحد تمانية هتشتغل عليهم ازاي هتقول لي دي واحد اتنين تلات اربعة خمس ست سبعة التمنة هو ده انا عايز ده اه انا عايز ده خلاص توجد هاري تقول لي الان ونقف كتير يقول لك الان هي لا دي ملاش علاقة خلاص الان بتاعتك على اخر مستوى انت رسم باديك جواه يبقى الان عندك هناك بثلاتة الال بما انه دي يبقى انتك نين طب الام ال فين هنا بالنسبة لي زيرو طب الام اس بتاعتك بكام هتقول لي ده لتحت بسالب نص ده كان بالنسبة ليه الاسئلة بتاعت العدد الزري وانك ازاي توجد اه الاربع عدد الكام اللي بتحصل في توزيع وبعد كده خدنا السؤالي العكسي انك يديك ده وبعدين يقول لك تعالي لي بقى اه اخر الالكترون في كام او العدد الزري كام وبعد ما توجد العدد الزري يقول لك منها العنصر وهكذا طيب في سؤال تاني اه ما الحناش نخلصه في الحلقة اللي فاتت الامتحانات وطبعا شوفنا امتحانات كتير وصلت لنا اه اسئلت للترتيب اللي جات فيها كالتالي ههدها لك بالترتيب مع بعض نرجعها سواء اول سؤال بيقول رتب تصعوديا وساعة تقول لك تلازل اي مش هتفرق هعلمك طريقة تخرج بينها ازاي هرتب تصعوديا حسب اول سؤال كان بيتكلم على الـ الـ عشرين الـ الـ سبعة البريليم أربعة وقال لك انا حسب الحجم الزري طيب سؤال زي ده عشان تلتب بتعمل ايه اول حاجة تتعلمها معانا انك لازم تعرف الاول هما مع بعض في نفس المجموعة ولا نفس الدور هتفرق معانا كتير طب هتعمل ايه عشان تعرف هتوزع انت ممكن توزع هنا توزيع اعدادي تطلع عليك بسهولة البريليم توزيع اعدادي بنسبة لي ايه اتنين اتنين الناتروجين هتقولي اتنين خمسة الكالسيوم اتنين تمانية تمانية اتنين طيب هروح اعمل كده وعمل كده كده التدرج الخاصية من اعلى لاسفل طب من اعلى لاسفل اه بتعمل ايه تزيد هو ايه لا هيزيد الحجم انت تتكلم عن الحجم من الشمال لليمين بتعمل ايه بتقل يبا يقل الحجم طيب بعد انت موزعت ده اخره كم هتقولي اتنين ده اخره كم اتنين الاثنين متفقين في ان اخر مستوى له نفس عدد الالكترونات يبقى العنصر ده والعنصر ده في مجموعة واحدة لان على صور المجموعة الواحدة تبطفق في ان اخر مستوى لها نفس عدد الالكترونات طب مين فوق مين مين قبل مين الاقل في العدد الزري فوق الاعلى في العدد الزري تحت يبقى أنا من حق أحط هنا البريليام 4 وراء الكالسيوم هنا 20 تمام طب أخبار النيتروجين بالنسبة لك إيه عد كم مستوى طاقة 2 هنا كم 2 يبقى الـ 2 دور في دورة واحدة يا بيستر نفس الدورة ليه عناصر الدورة الواحدة لها نفس عدد مستويات الطاقة طيب يبقى النيتروجين هيتحط فين ده دولار 4 أنت خلي بالك أنت من الشمال اللي من العدد الزلي بتاعك ويزيد يبقى الـ L بتاعك هنا 7 طب حطه جنبيه مش هتفرق معنا واضح؟ هيبقى فيه طبعاً 5 و 6 في النص وبعدين 7 طيب راتب هوم لي بقى هقولك تعالي من أعلى الأسفل يزداد الحجم الزري يبقى إذن الكالسيوم أعلى من الـ B من الشمال اليمين بيعقل الحجم الزري يبقى البريليام أكبر من الصوديو من الصوري من النيتروجين يبقى إذن الترتيب بتاعه إن الكالسيوم أكبر من إيه؟ أكبر من البريليام أكبر من مين؟ أكبر من نيتروجين طب مستر تصعودينا وتنازلينا أنا بطلغبط فيها أعمل إيه؟ ولا الهواء؟ تعمل لي كده؟ تعمل لي كده عايزة تصعودياً؟ أهي عام؟ عايزة تنازلياً؟ أهي باشا؟ وإجابة معطمدة وما فياش أي مشكلة طيب ده كان أول سؤال ترتيب فيها سئلة تانية بتجيني ترتيب بس بتتكلم على الأيونات وساعتها بيوحد لعدد الإلكترولات تماماً ويبدأ يلعب معايا بقى إنت فاهم كويس أو الشحنة الجزء الشحنة الجزء الفعالة بتاع النواة ولا لأ؟ زي السؤال اللي هنقضي ده دلوقتي نفس الحاج ببعضه بيتكلم بيقول لي بيقول لي سي إيه؟ عشرين موجب اتنين وسي إل سبعتاشر سالب واحد وكي ساعتاشر موجب واحد وعندك الإس سالب اتنين ستتاشر سؤال زي ده لو جالك ترتيب هتعمل إيه؟ حطول لي وزة طيب وزة ده فاقد اتنين يعني توزع تمنتاشر يعني اتنين تمانية اتنين بس خلي بالك فيها موجب عشرين بروتون هتوزع ده هتلاقي عندك اتنين تمانية تمانية إيه ده؟ زاد واحد ليه؟ عشان ده سالب واحد هيزيد على السبعتاشر بهم تمانتاشر وشحنة النواة هنا موجب سبعتاشر بروتون للبروتونات ما يتغيرش هتوزع ده هيبقى موجب تسعتاشر واثنين تمانية تمانية ده نفس الحكاية هيبقى موجب ستاشر اتنين تمانية تمانية شميعنا ستاشر اتنين وستاشر تمنتاشر اصغر من مين؟ من اللي بعديه في الشحنة؟ هتقول للبوتاسيوم اصغر من مين؟ هتقول لي السي ال اللي هي السبعتاشر اصغر من الاس بس خلي بالك او دي موجب اتنين دي موجب واحد سالب واحد سالب اتنين السؤال التاني في الترتيب وبيجي لنا كتير برضو اللي هي الاحماد الاكسيجيني في الترتيب وليه اقوى وليه اقل؟ يولي اتش سي ال او فور اتش تو اس او فور اتش سري بي او فور والاتش اي اتش فور اس اي او فور قلنا في السؤال ده انت بترسم عشان تطلع كل واحد عنده اكسوجين فاضي اردئين هنا السي ال يبقى تقول لي السي ال في النص حواليك كم او اربع او واحد اتنين تلات اربع معك كم اتش واحد اهي وهنا دي دابل بولن معين عدد الاكسوجين الغير مرتبط بالهايدروجين كم؟ هتقول لي تلاتة يبقى هنا يا مستر تلاتة يبقى ده قوته تلاتة يا مستر طيب التاني الاس اخبره ايه؟ هيبقى الاس في النص واحد اتنين تلاتة اربع اتش و اتش يبقى اتنين او فري احرار يبقى هنا القوة اتنين طيب هنا الاتش سري بي او فور البي في النص واحد اتنين تلاتة اربع او 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 و تلاتة اتش يبقى او واحدة يبقى قوته واحد هنا الاتش اي هتبقى الاس اي موجودة و او اتش في كل حتة بالشكل ده يبقى ازن قوته زيرو طيب هنا بقى حسب عدد الزرات الحرة تقاس قوت هزيه الاحماض واضح؟ وبالتالي بالنسبة لنا دلوقتي يبقى ده اقوى واحد طيب عايزين نعمل له حاجة اسمها الصيغة الهيدروسيلية للحمد بمعنى ان هو بيجي يعمل لي ازاي؟ يقول لي اكتب الصيغة الهيدروسيلية للأحماض الاكسوجينية وياريت على كده وبس لا ده بيبدأ يحطها لي في اسئلة في اختيارات وجدت في بتحانات كتير طب نشوف احنا اول واحد ايه؟ هو عبارة عن السئل في النص وحواليه اربع يعني السئل دي زرها مركزية كام او؟ كام او اتش؟ الاو كانوا تلاتة الاو اتش واحدة فاتعمل صيغة قال بدل ما اكتب سئل هكتبها ام ايه ام ده؟ اي حاجة ما كانت زرها مركزية الاو عدد زراتها ام الاو اتش عدد زراتها ام طب الاو اتش تو اس او فور ده يكتب ازاي؟ هتقولي الاس هي الزرها المركزية وبعدين او واو اتش هنا كانوا اتنين وهنا كانوا اتنين الاتش سي بي او فور قصته ايه؟ البي في النص او واحدة و تلاتة او اتش عشان كده بنسموه حمد سلاس الهيدروكسيل الاخير خالص اتش فور اس ا اي او فور ده قصته ايه؟ الاس ا اي كده ممكن ما اكتبش ال او خالص بس يزيره واكتب هنا او اتش اربعة هنا الان والام بالنسبة لي نسبة كام؟ هتقولي تلاتة الواحد هنا الان والام هتقولي اتنين لاتنين يعني ممكن تبقى واحد لواحد وده السؤال ده جي اختياري في احد المحافظات الو الحمد الذي تكون صيغة الان للام فيه واحد الى واحد هو يبقى حمد الكابريتيت ده نسبة الان للام واحد لتلاتة ده هتبقى صفر الاربعة ممكن يسألك في النسب دي اكي؟ طب داخلت الفول الو 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 السلام عليكم علي السلام اي محمد اه بقى الان افرام عنده اسئلة طيب اتفضل بس علي صوتك محمد اه مجد السؤال اللي بي وضح التغيير الحادث من اكسادة والاختزار للتفاعل التالي قول التفاعل اه طو اتشي طو اس زائد اس اس او تو ادينا طو اتشي طو او زائد سري اس اتشي طو او زائد ها سري اس سري اس بو هولا حاذ العمل مأكسد والعمل مختزر سواني عدي المعادلة تاني طو اتشي طو اس بلاس اس او تو ماشي ادي واحد غير حل سنائل ايه التكافؤ اه يقع في الدورة الرابعة اه في الدورة الرابعة اه وفلز ماشي عايز اعداد الكلام الاربعة اه حاضر الالكترون الاخير ولا قبله ولا اني الكترون لا بقول لا الالكترون الاخيرة تمام ماشي غيره اكتب التوزيع الالكتروني لانصر الكرون في مركب CR2O3 اولا بان الCR24 24 خلاص اتعايز هنا توزيع الالكتروني اه اوكي تاني اه في اسئلة تاني في سؤال برضو اللي هو قول في الجدول الدوري الحديث يقع وانصر الهيدروجين على رأس المجموعة وان ايه او في رأس المجموع سيفن ايه اه صح كده اه التفسير للعلم يعني حاضر خلاص طب يعني بقى كده طبعا للاسئلة للاقل محمد هي وصلت لنا كتير على الواطس ويتحلت لزميلك بس هندهلك بقى بسرعة كده تاني هنبدأ بسؤال سؤال وعزك تركز معي بس يا محمد لو انت بقى شايفنا على داتا المعادلة بتقول لك 2H2S زاد S O 2 2H2O زاد C S ماشي اول حاجة تتعلمها في الاكسادة والاختزال ان الارقام دي بتتشال خالص ما بحسبهاش مش عايزة طيب هتعمل ايه دلوقتي احنا اتفقنا في الاكسادة والاختزال يا محمد انت بتعمل ايه اللي معك معروف بتستعمله اللي مش معك هو اللي بتحسبه يعني انت عندك ال H معروفها طبعا بموجب واحد موجب واحد في اتنين يبقى انت هنا موجب اتنين يبقى ال S بالنسبالك هنا سالب اتنين واضح S O 2 بما ان هنا مفيش ارقام يبقى اذا المجموع الشحنات يساوي صفر القوب سالب اتنين في اتنين بسالب اربعة يبقى ال S هنا بموجب اربعة طب ماشي اوكي نحية التانية مالش دعو بال H الاول لان الاتنين دول سابتين بالنسبالي ومش مطلوبين انا هتعامل مع ده ليه حصل فيه تغيير بما ان عنصر الواحده بقى بصفر اوكي طيب دلوقتي ال S مره بسالب اتنين وال S مره بموجب اربعة اعمل ايه بتاخدها مرة تانية يا محمد بتقول لي منديل دي يعني المراكب ده حصل له ايه ده قل ولا زاد هتقول لي قل بما انه قل يبقى ده عملية اختزال ومدام اختزال يبقى عامل مؤكسد اكيه طب تعالى هقرني ال S اللي موجودة في المراكب ده حصل لها ايه من سالب اتنين لزيرو زادت يبقى ده عملية اكسد يبقى ده عامل مختزل ده كان السؤال الاول السؤال التاني انت بتقول لي في لزر سنية تكافؤ في الدورة الرابعة دورة الرابعة يعني عندك اربع مستويات طاقة بما انه في لزر يبقى اخر حاجة عندك اتنين ليه بلا بليت مالة هما اتنين تمانية تمانية اتنين يبقى انت بتتكلم في عشرين اللي هو مين اللي هو الكالسيوم طب بما انك هتوزع لعشرين هتوزعهم بقى بطريقة اللي هي المستويات الفرعية عشان توصل ليه عدد الكامل اربع هتبقى ازاي هتقول لي 1 S2 2 S2 2 B6 3 S2 3 B6 4 S2 كده العشرين بتوعك ال N 4 ال L بما انها S بسفر ال ML بسفر طب انا هرسم رسمت دول اتنين يبقى واحد فوق الاخيرة هو يبقى ال MS بتاعتك بسالب نص يجي الاخر سؤال بنسبة ليك يا محمد كنت بتتكلم في ايه بتقول لي CR2 O3 بقول لك عايز توزيع الالكتروني للايون ده يعني يعني انت هنا تحسبه الاول كعدد اكساد بفيش شحنات فوق يبقى كل الشحنات بتساوي صفر القوب سالب اتنين في تلاتة بسالب ستة بحام يبقى CR2 سالب ستة بزيرو يبقى CR2 equal موجب ست يبقى CR1 مال بموجب تلاتة اللي هي تقسم على اتنين يبقى انت تتعامل مع CR موجب تلاتة طب هو بكام هو 24 طب هنعمل في ايه ده تعالى اتوزع تقول لي ارجون 18 4S و 3D خلي بالك ان ده في استثناء التوزيع الطبيعي بتاعه ان هنا في اتنين وهنا في اربعة قلنا الكلام ده ما يحصلش لو ادي فيها اربعة او ادي فيها تسعة بتحول واحد يبقى هنا في واحد وهنا خمسة ده ايه ده التوزيع الطبيعي بتاع الكروم يعني قبل ما يفقد طب هو فقط 3 يطرى فقدهم منين بنبدأ بالاس الاول يبقى واحد من هنا واتنين من هنا اتنين تفقدوا من هنا يبقى اصبح دلوقتي 4S0 و 3D3 انت عايز اعداد الكم من الاربعة للالكترول اللي هنا عادي هتشتغل على 3D3 هيبقى ناخدها لك هدا في حطة فاضية هي 3D3 هتبقى الان ب3 الالي بتاعتك ب2 هترسم سالب اتنين موجب اتنين وسالب واحد زيرو موجب واحد موجب اتنين هتوزع تلاتة هدي واحد اتنين يبقى في الزيرو يبقى ازن الام اللي بتاعتك بزيرو والام اس بموجب نص ده كان اسئلة محمد والمراجعات البسيطة النهاردة كده وقت من نسبلنا للتعليم العام انتهى ان شاء الله الفضل من حصة هنتكلم مع بعض بقى على امتحان لمدارس اللغات اوكي طب قبل طيب ماشي اه قبل ما ناخد على اللغات فيه سؤال او اتصال من سارة تبضالي سلام عايز هلي قل السلام سعلي صوتك اعني سؤال ممكن اقوله تبضالي بيقول لي اكتب المقدار الذي يعبر عن قيمة ن في التفاولات الاتية تاني كده اكتب المقدار الذي يعبر عن قيمة ن في التفاولات الاتية اكتب قيمة المقدار الذي يعبر عن قيمة ن في التفاولات الاتية الذي يعبر عن قيمة ن اه ن small ولا capital لا ن small اوكي اه 2 بي ار خلاص عرفت 2 بي ار نيجاتيف زائد ن اي الكترون صح اه اه بي ار تو زيرو صح؟ اه كده المعادلة تشافين على التلفزيون؟ لا مش عيفان على الدولة طيب اه براجع معي المعادلة تو بي ار سالب واحد زاد اني اي لو ان اللي انت عايزها والكترون وساهم بي ار تو زيرو صح؟ بي ار تو اه تمام التانية اس ام؟ بس كده في معادلة تاني؟ لا طيب بس يا باب الحتة دي انا اولا تو بي ار سالب بعد السهم بيت ايه؟ ما يا صرا؟ نعم تو بي ار سالب واحد صح؟ تو بي ار باور ان باور ان؟ اه تمام ها زاد؟ نعم زاد كام؟ نا 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 ن البرومين سبعة هيكتسب واحد يبقى إذن عددت أقصده بالنسبالي سلب واحد طب هنا اتنين بي ار يعني كل بي ار فيهم خلي بالا بايه هتكتسب واحد هيبقى سلب واحد سلب واحد انتفقنا طيب دلوقتي يا مستر الان هنا بقت بسلب واحد سلب دي يعني إيه يعني أنت فقط طب كم بي ار فقده كل دي هتفقد إلكترون ودي كمان هتفقد إلكترون يبقى أنت فقدت كم إلكترون هنا من الاتنين بي ار هتبقى اتنين يبقى إذن قيمة الان بتاعتي هنا هتبقى اتنين هنا وبالنسبالي دي لا دي بسلب واحد يبقى الان الاولانية البي ار اللي فوق هنا الان الاولانية هنا سلب واحد والان اللي جنب الالكترونات باتنين خلاص ده بالنسبة للسؤال اللي جاي من سارة من سراج نبدأ بقى مع بعض امتحان مخصص للوقتي لتانية سنة ولغات عشان ان شاء الله انتحانهم يوم التلات الجاي في القاهرة هنبدأ مع بعض نشوف الاسئلة فيها ايه لو فيه اي سؤال قوي استفسار اللي التلفونات مفتوحة بنسبة نبدأ كده مع بعض على خير على اول سؤال السؤال الاولاني بيقول choose the correct answer for each of the following طيب ان اتوم has 8 electrons in 8 cd sub levels the number of orbitals in these sub levels which have single electron r هنا هتعمل ايه عشان تحل سؤال زي ده تعال كده نشوفها مع بعض على الورقة هناك دي فيها كان فيها 8 طيب يبقى دي 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 كم الكترون مفرد بالنسبة لي هنا 2 يبقى اذا الاجابة بتاعتها مثلا تبقى رقم 2 او 2 ناخد السؤال الوراء the sub levels of an energy levels are equal in energy nearly equal in energy completely different in energy neither of these answers are correct طيب سؤال زي ده بيقولك sub levels of an energy levels وفيه سؤال تاني بيقولك orbitals of the same sub levels تعال مع بعض كده نفضح لك لما اقولك هنا ان يقياس هنا s هنا s b الاتنين دول موجودين في مستوى واحد اوكي يبقى داتوا s وداتوا b طيب دلوقتي الاتنين تقريبا nearly equal in energy في difference في الانيرجي التو اس التو بي سوري اعلى من التو اس اوكي طب بس الاس شكله ايه spherical والبيل حنا اتفقنا parallel ou polar يبقى اذا different in shape ده شكله قروي ده شكله واخد شكله ضمبل تبام يبقى equal in energy او الاختيار عندي غلط nearly equal in energy يعني ممكن طب completely different in energy لا اوهم مش مختلفين هم مقربين من بعض في الانيرجي زي ما اتفقنا مفيش حاجة من الاجابات دي صح لا هي الاجابة هنا هتبقى رقم b nearly equal in energy السؤال الوراء one of the following is not from the properties of the cathode rays cathode rays نفكرت بيها كانت في الالكتريك بتاع تونسون كان لها six properties it's fine particles both in a straight line negatively charged affected by electric and magnetic field exist in all matters وهكذا من ضمن الحاجات بتاعتها تعالي كده عدت او رهيها لك اني انا لو عندي electric field بالشكل ده هنا negative هنا positive قلنا ان المسافة دي اللي بين two charges هيدا الالكتريك فيه cathode rays بنسبالك اهي مثلا هتعدي during passing through it will deflect two positive what does it mean it means that cathode rays is negatively charged اكي يبقى اذا الاجابة اللي عندي هنا في الاختيارات دي ان not from not from يعني مش من مش من خواصها وبالتالي يبقى الاجابة رقم ثلاثة positively charged اللي وراها the strongest metal is strongest metal is مين هل هو السيزيم هل هو الفرين هل هو السوديوم معي بعد كده فكرك بيه بسرعة بنت عندك group 1A في group 1A انت عندك بتبدأ بالليسيوم وتنتهي بالسيزيم خلي بالك كان في سؤال من شوية احنا نسينا نجاوبه كان بيقولك ليه الـ H ساعد بيوضع هنا وساعد بنحط الـ H بتاعتنا على group 7A الـ H بتوضع هنا عشان عندها واحد إلكترون في group 1A طب في group 7A ليه ساعد بنحط الـ H هنا لأن الـ H بنسبها لي non-metal يعني non-metal لافلز وجروب 7A كلها لافلز واحدية التكافؤ والـ H لافلز واحدية التكافؤ فبيتحط هنا ده السبب إن ساعد بنحطه هنا وساعد بنحطه هنا طيب نيجي ليه strongest metal strongest metal معناها إيه يعني جود كونداكتور فيت عند الإلكتريستي the best one to conduct هلأي مين هلأي السيزيوم ليه biggest atomic size lowest effective attraction force so it can lose electron easily يبقى the more active with strongest metal is cesium العكس معنا لو مشينا في الـ period from left to right إنت عندك بيحصل إيه الـ atomic size بتاعك يحصله decreasing والـ attraction force بتاعتك increase يبقى إذن العنصر اللي من هنا كده مش هتوصل الكهرباء طب the most non-metallic element هيبقى الـ F قال لي بالك من السؤال ده يبقى إذن the strongest metal is cesium while the strongest strong metal is fluorine وش على السؤال الوراء مسألة bond length calculate the bond length of hydrogen bromide HBR if the bond length of bromine molecule equal to 0.28 angstrom and that of the hydrogen molecule equals 0.6 angstrom طب نأخذ المسألة كده مع بعض أول حاجة بيقول لك calculate the bond length between between مين؟ قال لك الملكل H مع الـ BR كي ترسم هالي كده أنا عايز البوندلين سيديا ماستر مايش هو ميديك مين؟ ميديك الـ BR with BR become 2.28 بما أن من الملحة بإمكانك الـ BR يمكنك ترسم من الملحة بإمكانك الـ BR يعني هنا ديها تبقى 1.14 وهنا 1.14 تدر تسلم الليه جبت الـ ريديس يبقى كده ريديس of bromine equal 1.14 hydrogen molecule it means H with H أوكي كان 0.6 divided 2 يبقى 0.3 0.3 كده أنت معك الـ Radius بتاع الـ Hydrogen معك الـ Radius بتاع الـ bromine تقدر تحطهم فوق هنا تبقى 0.3 وهنا تبقى 1.14 تعمل بلاس ليهم يطلع لك البوندلينس بتاعتك إذن البوندلينس equal 1.44 دي مسألة البوندلينس طب خلي بالك قبل من سيب المسألة ساعة يجي يقول لك FECL2 وFECL3 وCR2 أو 3 وCRO ويجي يقول لك which one has the longest and shortest بوندلينس في السؤال ده مثلا نهديك الفكرة وده زيها بالضبط هنا عشان توجد بوندلينس أطول وأصر من التانية لازم تحسب وكسيديشن نمبر دي السيئل بنيجاديف 1 باي 2 نيجاديف 2 يبقى الغير لبنسبة لي باستيف 2 طب هنا السيئل كام نيجاديف 1 باي 3 يبقى نيجاديف 3 يبقى الغير لبنسبة لي باستيف 3 يبقى هنا FEC باستيف 2 تحتها FEC باستيف 3 الاثنين عاملين بوندلينس مع السيئل بالنسبة لي واحد طيب دلوقتي دي 3 ودي 2 قاعدة بتقول إيه دعم اللوزينج 3 دعم اللوزينج 2 يبقى الغير هنا أقل أكتر من هنا يعني دي أسر من دي يبقى FE CL3 شورتر زان FE CL2 ده كان على سؤال البوندلينس بتاعنا وساعت يلعب بالأسئلة بتاعتك وبدل ما يديك مولوك يلزا يديك ريدياس دايريك ويقولك يتعامل معاه تخلي بالك مسألة سهلة في المتناول بس تخلي بالك يقولك أقصر وأطول تم الحسابك كويس قوي أن لازم تعمل اكسوديشن نمبر ليهم واتطلع أزا بوصف تشارج انكريز الأفكتيف انكريز نيكريا فورس والبوندلينس بتاعتك يصال ديكريز نروح على السؤال اللي وراه السؤال اللي وراه بيقول compare between electron affinity and electron negativity سؤال دا مقرر كتير في متحانات تعال كده نشوف الكمباليزون دي في electron affinity the definition بيقول the amount of energy released when new electron is added to a neutral gaseous atom يعني فيه single atom بتعمل جيل الالكترون نتيجة ذلك بتتحول لnegative iron إنما فيه the definition بتاع electron negativity it is the tendency of an atom to attract the electrons of the chemical bond to itself يعني هنا اللي بتشده الجزب يعني هنا نقدر نقول في electron affinity انت بتتكلم على single atom بس في electron negativity two bonded atom اتنين بسكين مع بعضهم وشتركين في bond وكل واحدة بتحاول تعمل attract the two electrons نحيطها اكتر two it refers to the atom in its single state it refers to the combined atom free it's represented by an energy term it's represented by relatively values إيه الحتة الأخيرة دي تعال نوارد حالك كده على البداتة مع بعض انت بتقول لي x plus electron حول x negative plus e وdelta h بالنسبة لي هنا بتبقى negative هنا فيه سؤال يقول لك المعادلة اللي قدامك دي equations d بيتعبر عن e هاتلي ثلاث حاجات في المنهج بيتعبر عنهم equations d أول حاجة انت بتعمل gain electrons gain آه يبقى منساش يبقى بيحصل هنا gear what's a gear gear gaining electron this is called reduction process آه طب ماشي الحاجة التانية إيه انت دلوقتي بتعمل ايه gain electrons وبتطلع لإنرجي آه this is electron affinity طيب الحاجة التالتة ايه دي negative ده انترجي طب يعني خارجة يبقى إذن بالنسبة لي إيه دي بالنسبة لي exothermic تمام لو عكست بالمرة قلت x plus e خليه x positive كمان تحولت x positive 2 plus electron و delta h بالنسبة لي هنا positive ايه دي بتعبر عن اول حاجة ionization energy الحاجة التانية انت بتعمل هنا gain electron ولا lose electron lose electron آه يبدأ اسمه ionization energy فعلا وبالتالي الفيرست ولا السكن ولا السيرد بمنها positive 1 change into positive 2 this is second ionization energy طيب ايه تاني انت عملت ايه gain ولا lose lose آه يبقى انت دخلت في قاعدة ليو ايه هي يا ليو losing electron this is called oxidation طب من ناحية الانيرجي term ايه دي positive بيبدأ this is endothermic reaction ده كان بالنسبة لبعض الحاجات اللي هي من سميها كده ايه بين السطور ممكن السؤال البدر ميجي لك على الحكاية دي لا ده ممكن يربط 3 scientific term في equation 1 طب نشوف السؤال اللي وراه بيقول question 2 write the scientific expression which refers to the following statements اول scientific term بيقول elements of s and p blocks except zero group او except nobil gazes طبعا الـ s and p دي representative elements وفكرك group 1 ايه اسمها alkaline metals 2A alkaline earth metal 7A called halogen تانية a number that represents the number of orbitals within a certain energy sub levels this is magnetic quantum number افتكر quantum numbers الاربع كنتم او ايه لو قال لي a number that represent main energy level principal quantum number لو قال a number that represent sub levels او detrimine sub levels يبال subsidiary quantum number لو قال لك ده ده المagnetic طب لو قال لك spin motion this is spin quantum number third a region of space around the nucleus in which the electron وافبع قال لك ايه هنا most probably exist maximum probability this is orbital طب افرد انه مالش most probably exist which the electron exist in all direction ساعدت تقول electron cloud it is amount of energy absorbed or emitted when electron from one energy to another طبعا دي بنسبالي هي quantum وتعلى لي كده فاهمك حاجة على quantum سريع new keyless بتاعتك energy levels اهي k l m n o p وفي الاخر خالص q هنا لو كنت شفت الحلقات بتاعتنا كنت بديك هنا ارقام للتذكرة قطي لك الالكترون زينا كان الالكترون بتاعته 50 ده وصلنا كان 40 وبعدين هنا كان 70 وبعدين 70 وبعدين بعدين 84 وبعدين 86 كنا كنا بنساق الالكترون فبينتقل في المندرات طيب دلوقتي ايه بيحصل معك هنا يعني ايه الفجوات بتقل الالكترون بتاعي هنا عشان ينتقل هنا لازم ياخد ايه هتقول من 15 إلى 40 يبقى 25 طب لو هو راجع هيفقد نفس الكوانتوم كوانتوم is not equal because the distance between energy is not equal في سؤال قال له يعني بدل ما ندله 86 لا أنا ندته 88 كيلو جول سخنته كمية زياد هيحصل ايه ساعته هيحصل لوزنج هيخرج كفانا ناخد السؤال الوراه سؤال الوراه بيقول مدينا هنا مسألة oxidation reduction تعالنا نشوف كده مع بعض بتقول ايه كي تو سي أر تو أو سيفن بلس سي ار في سي ال لتو وراها 14 أو 14 HCL 2 KCL بلس 2 CR CL3 بلس 6 FE CL3 بلس 7 H2O طبعا تشوف معادلة كبيرة زي ده تتخض لا تتخض اول حاجة تعلمها ان الارقام ما جاتش النهض الارقام دي طوالة كأنها موجود هو طالب حاكتين طلب ايه طلب ايرن عند كروميوم خلاص ادور على الكروميوم هو موجود هنا يبقى K2 CR2 07 اتحول بعد السهم الايه لCR CL3 طلب الايرن FE CL2 اهو اتحول بعد السهم FE CL3 بالشكل طبالي ما تخصيني شو طلب الايرن والكلام والكروميوم اشتغل الايرن بسرعة السيل اللي انت حافظه بنيجاتف 1 باي 2 يبقى نيجاتف 2 يبقى هنا باستف 2 يبقى نيجاتف 3 بتطلع لك باستف 3 يبقى دي باستف 3 كده حصل ايه كده زد اه يبقى كده عملية ليو يبقى الايرن هذا يسمى اوكسيديشن ستحسب هنا سيل باي سيل نيجاتف 1 نيجاتف 1 باي 3 يبقى نيجاتف 3 سيل بتطلع باستف 3 يبقى هنا باستف 3 نيجاتف دي التوتال equal 0 من فوق من سهاش نيجاتف 2 باي 7 يبقى نيجاتف 14 الكي باستف 1 باي 2 يبقى باستف 2 يبقى سي ار 2 نيجاتف 14 equal 0 هتوديهم من نحة تانية يبقى سي ار 2 هتبقى 14 minus 2 يبقى السي ار الوحدة هتطلع باستف 6 لو انت عملت كومباريزون هتلاقي حصل عملية يبقى this is gear gear يعني reduction ده بالنسبة للسؤال بتاع الاكسيديشن وريداكشن واعتقد ان احنا انت نتضرب لكتير قوي قوي في الترميد عليه ثلاث عناصر تحفظهم زي اسمك في الاكسيديشن وريداكشن الاو بنيجاتف 2 اله باستف 1 ويجروب ون ابيل كامل تخلي بالك منهم الاف معروف دائما دائما وابدا لا يمكن يظهر لي بالباستف ابدا الاف الوحيد ليه the highest element in electron negativity ما فيش حد اقوى منه واضح خلي بالك الاو لها exception الاو نيجاتف هاف في السوبر اكسايد الاو نيجاتف 1 امبير اكسايد الاو الباستف 2 only with F اوكي يكمل السؤال الوراء write the electronic configuration for the following element then find the 4 quantum number to the last electron intercept levels and find the location انترات وزالي cobalt 27 bromine 35 واتشتغل ده يبقى عبارة عن argon 18 4S2 3D7 اكي طيب هو طالب ايه طالب 4 quantum numbers الاخر يبقى انا هرسم على دي 1 2 3 4 5 negative 2 negative 1 zero بباستف 1 باستف 2 منساش الترقيم ال N بتاعتي ب3 ال L بتو ال ML هنشوفها بقى 7 اه يبقى انا هامشي single الاول كده 4 5 6 7 هنا في negative 1 يبقى ايذن negative 1 هنا يا مستر طب لفوق ولا لتحت لتحت يبقى ال MS بتاعتي ب negative half okay location period 4 اجمع 2 plus 7 9 يبقى this is group 8 البرومين بالنسبالي هينتهي معاك في التوزيع 4 B5 يبقى ال N4 L ب1 ترسم negative 1 zero باستف 1 1 2 3 4 5 يبقى ال ML ب0 وال MS بتاعتي B هنقول negative half location ال period بتاعتك period 4 هنا في 4 S تقبلها هتجمعهم group 7 A بنهاية التوزيع الالكتروني بتاعنا الالكتروني configuration و location of elements in modern period table وقتنا خلص بسرعة لو فيه اي سؤال عندك رقم وطس موجود تقدر تسأل في اي وقت على مدار 24 ساعة يوم ما بشوف السؤال برجع جابه لك في اي وقت تاني شوفكم هربعات على خير ان شاء الله ترمي التالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة